السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقم و يكون الرقم وحداته وعشراته من مضاعفات العدد اربعة يعني مثلا flatten is 10 بالrese Garrido و هنا لم يهمش لديلته مثلا وهناو 5 سنجد مهم الواحدات و العشرة تكونون من مضاعفات العدد اربعة مثلا نضيت هنا تمانية يعني هنا اي حاجه نضيتها 8 من مضاعفات 4 يعني دي 8 0 8 أو 8 أو لمثالا 80 أو 40 أو 24 أي رقم مهم الوحدات والعشرة ديولو يكونوا من مضاعفات العدد 4 12 20 المهم نحافظ على الوحدات والعشرة إذن هنا طلبوا لنا 4 ونديروا مثلا في رقم الوحدات مثلا والعشرة 20 ونديروا ثلاثة هناك يبقى من اختيارنا هادو نديروا يكون مضاعف الاربعة ولكن هذا ندير أي رقم بغيت مثلا ندير 32 32 مضاعف الاربعة ندير مثلا شي رقم هنا خمسة ثم 36 36 مضاعف الاربعة ندير مثلا ثلاثة هنا حيث مليك رلقى هادو ما يهمش الرقم اللي غا ندير هنا مثلا عندي هنا ندير اربعون نجي هنا مثلا ندير خمسة إذن هكاك نكون كونت ربعة الأرقام على حسب المطلوب ربعة الأرقام كلها مضاعفات العدد أربعة وإلى قسمت هاد الأعداد اللي اختاريت قسمتهم على أربعة غلق الباقي سفر إذن يكفيني أنا عندي غل وحدات العشرات من المضاعفات أربعة إذن أنا قابل القسمة على أربعة با أكتبوا جميع الأعداد المحصورة بين العددين 500 جوج و 682 كل الأعداد اللي جات ما بين يعني نفوت 500 جوج و ما نوصلش ل 682 والتي تكون قابلة للقسمة على ستة بشرط أنها تكون قابلة للقسمة على ستة أشنو احنا في القاعدة كتقول لنا لابنا نعرف العدد قابل للقسمة على ستة خاص يكون رقم أعفون يكون هادك العدد أه كيقبل لنا القسمة على اثنان و على ثلاثة في نفس الوقت مثلا بحال مثلا العدد إذا كان ادنا مثلا اربعة وعشرين إذا كان العدد اربعة وعشرين بحال هاكا هذا كيقبل القسمة على اثنان لأنه رقم وحداتي يعادد زوجي وهذا العدد كيقبل القسمة على ثلاثة لأنها لجمعت تربعة مع اثنان اه اتنتقación سستة إذا يقبل القسمة على اثنان ويقبل القسمة على ثلاثة هاد العدد كيقبل القسمة على ه Kommentare من فهم مطا مطلا مشاوض Το متنا العدد کوان تحضر اوع الي Bears احدا اثنان و اربعونا رقم الوحدات اثنان اذا يقبل القسمة على اثنان ولجمعت اثنان مع اربعة هتعة تحضر ستة ستعى الأعداد التي تقبل القسم على الثلاثة ستعى الأعداد من الثلاثة يمكننا التحضير للقسم على 2 أو 3 يمكننا التراثي عن 2 أو 3 نقوم بتحضير مستخدم للقسم على 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 نزيد غير بثلاثة نزيد غير بثلاثة 522 نزيد غير بثلاثة 522 ثلاثة 525 ثلاثة 531 ثلاثة 534 ثلاثة 537 ثلاثة 540 ثلاثة 543 ثلاثة 546 نزيد 3549 ثلاثة 552 ثلاثة 555 ثلاثة 558 ثلاثة 561 ثلاثة خمسمية وابعة وستين. ذا تلاتة خمسمية وسبعة وستين. ذا تلاتة خمسمية وسبعين. ذا تلاتة خمسمية وثلاثة وسبعين. ذا تلاتة خمسمية وستة وسبعين. ذا تلاتة خمسمية وتسعود وسبعين. ذا تلاتة 580 ثلاثة 585 ثلاثة 589 زي امتع 3599 زي امتعي نوصل في العدد الذين يتبعي نجد كل مضاعفات 3 نجد قابلية القسمة على 6 نجد العدد قابل القسمة على 3 أو 2 نجد قابل القسمة على 3 نجد قابل القسمة على 2 هما قابل القسمة على 6 نجد قابل القسمة على 2 نجد قابل القسم على 2 هذا لا رقم وحداتي 7 هذا ا رقم وحداتي 0 516 رقم وحداتي 6 رقم وحداتي عدد فردي لا عدد الزوجي نعم عدد فردي لا عدد الزوجي نعم عدد فردي لا عدد الزوجي إذا نعرف نحن العدد الزوجي هو يكون رقم الوحدات 0 2468 سبعة لا هنمشي عند هاد العدد نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم 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 إذن هاد لا وهذا نعم لا نعم نعم لا نعم 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 transformer اربعة يعني قادنا محصور بنفوت وخمسمية وجوج وما غنوصلش الستمية واثنين وتمانين عندنا خمسمية وربعة خمسمية وعشرة آآ خمسمية وستاش اللي لاحظوا انا انا كنقولون نطلعوا بستة خمسمية وستاش خمسمية واتنين وعشرين خمسمية وثمانية وعشرين خمسمية وربعة وثلاثين خمسمية وخمسمية وربعين خمسمية وستة وربعين نزيد خمسمية وثمانية وخمسين خمسمية وربعين وستين خمسمية وسبعين 576 582 588 594 600 606 612 618 624 630 636 642 648 645 دائما نبقى لغا دي مستة 660 660 672 678 678 ويلزدنا 6 68 678 يدان يلزدنا 6 سوف نبقى لغا دي مستة سوف نبقى لغا دي مستة 678 فقط سوف نبقى لغا دي مستة هذو هما المضاعفات دي مستة جوج 3 سوف نبقى لغا دي مستة لغا دي مستة لا يدين ما بين 652 وتي تكون قابل القسمة على 6 سوف نبقى لغا دي مستة سوف نبقى لغا دي مستة رقم 2 سوف نبقى لغا دي مستة أنا عدد صحيح مكون من ثلاثة أرقام مستة 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 وتسعة في آن واحد فمن أكون هنا أعطونا واحد العدد نكون من ثلاثة الأرقع محصور بين العددين 350 400 وهو مكون غير من ثلاثة الأرقع هذا العدد هذا العدد أشجلنا يقبل القسمة على يقبل القسمة على اثنان وثلاثة وربعة وخمسة وستة وتسعود في خطرة واحدة إذا إلا بغينا نضبطوه هذا العدد شنو خصنا نديره المشور قابلية القسمة على خمسة قابلية القسمة على خمسة شك يكون في الرقم الوحدة غير صفر أو خمسة بمعنى أن هذا العدد اللي غيكون هنا خص يكون فيه إما صفر إما خمسة ما نقدرش ندير خمسة هنا لأش لأن العدد اثنان القابلية ديالتو كي يكون عدد فالزوجي ما يكونش عدد فردي وخمسة عدد فردي إلا درت خمسة هنا ما غيبقاش كي يقبلية القسمة على اثنان دونك خصنا يمشي نشوف نحتارم خمسة وفي نفس الوقت نحتارم اثنان إذا أشنا هو إلا غيقبل لي القسمة على خمسة وعلى اثنان هو الصفر يعني غنجي هنا غندير الصفر دابة بقاتلية أربعة أربعة إلا بغيت نعرف أن العدد كي يقبل لي القسمة على أربعة خص يكون الوحدات والعشرات من مضاعفة العدد أربعة إلا بديت هنا بعشرون إلا درت مثلا هنا اثناء عشرون خصنا يبقى لي غير رقم هنا واحد وهذا الرقم اللي خصو يبقى لي واحد خصو يقبل لي القسمة على تسعة وستة وثلاثة إلا درت هنا اثنان خصنا ندير هنا سبعة مفهم وإلا درت هنا سبعة طول اللي يكبار من ثلاثة وكبار من أربعة إلا أنا خصني نبقى ملتازمة بثلاثمية وربعمية يعني واحد العدد يكون كبر من ثلاثمية وخمسين وصغر بنا 400 إلا درت هنا اثنان حاول تلقى المضاعف ديال الربعة إلا دقت هنا اثنان غا تولي عشرين يعني رقية قبل القسم على أربعة إلا خصني إلا بيت نكمل مضاعف تسعة على الأقل ثلاثمية حيث أنا أحكم علي هاد الصفر هنش ندير ثلاثة ثلاثون ما كتقبل القسم على أربعة غنمش عند خمسة عند أربعة هند أربعون أربعون هادي تقبل القسم على أربعة ولكن ش هخصني هنا باش نكمل تسعود غا تخصني خمسة غا تقول عندي أربعة زائد خمسة تسعود إلا تقبل القسم على تسعود رها تقبل على ثلاثة وإلا قبلت على ثلاثة رها تقبل على ستة لأن هاد العدد يقبل القسم على اثنان إذا هنال إذا خمسة غنولي بعت على هاد الشرط لعطون يدون أربعة ما غا تخدمش خمسة خمسين ما كنش عدد خمسين مضاعف دي أربعة إذا بقيت عندي ستة نجرب ستة ونشوف إذا ستين مضاعف دي أربعة علاش لأن خمسة عش فاربعة كنت تعطينا ستين هنش هبقي خصني على ستة باش توصل لي تسعود حيث خصني نخدم بتسعود ومادما لقيت دي سعود إذا ردي ثلاثة رمعه إذا إلا لقيت هنا ستة هنا لقيت ثلاثة إذا إلا لقيت ثلاثة رأى أنا فكيت أشو لتعدي ثلاثمائة وخمسين هنا ثلاثمائة وستين هنا 400 هذا كيقبل القسم على إثنان كيقبل القسم على ثلاثة لأن ستة زائي ثلاثة تسعود كيقبل القسم على ربعة لأن ستين مضاعف دي لربعة كيقبل القسم على الستة وهذا كيقبل عليهم بجوج يعني رأى مضاعف بالستة وتسعة لأن ستة زائي ثلاثة هي تسعود وتسعود من مضاعف العدد تسعة إذن العدد هو 360 فمن أكون إذن العدد هو 360 سؤال رقم ثلاثة أحدد مضاعف العدد ثلاثة المكونة من رقمين ورقم وحداتها هو سبعة إذن سنضرب ثلاثة ورقم الواحدات هو سبعة إذن سوف نفكر في ثلاثة فش نضرب كيف يعني عدد في رقم الواحدة سبعة ثلاثة نضرب في تسعود تعطيني 27 إذن سنبدأ من 27 إذن ثلاثة في تسعود تعطيني 27 هذا العدد الأول ثم غندير 3 قلنا 3 في 90 كده غطاني 27 دابا غدينمشي ونضرب في اي عدد فيه 90 في الوحدات غنمشي نضربها في 19 نضرب 3 في 19 قطاني 3 في 97 و 3 في 1 3 وجوج 5 يعني العدد الاخر 57 غننضرب تاني شي عدد تكون في الوحدات دياله 19 غنمشي 29 إذن 3 في 97 و 3 وجوج 6 وجوج 8 يعني 87 وغنمشي عند العدد الاخر تسعود و 30 نضربها في ثلاثة غطاني 27 و 3 في 93 وجوج 11 إذن هنا وصلت العدد فيه ثلاثة الأرقام هما شرطة علية غير جوج إذن غنكتفي غير ب27 غير بهاد 27 و 57 و 87 كدرنا لها مشيت غير شفت الأعداد اللي كندرب في كخصني دائما إلا بغيت لقاء العدد ده رقم واحدة دياله 7 كندرب 3 في شي حاجة في ها تسعود إذن نضرب 3 في 90 عطتني 27 ثلاثة في 19 عطتني 57 و 3 في 29 عطتني 87 إذن غنجي هنا غنكتب سبعة وعشرون سبعة وخمسون ثم سبعة وثمانون سؤال بقى أجدو ثلاث مضاعفات متتابعة للعدد 4 والتي مجموعها 120 ده بحنا بغينا ربعة ثلاثة المضاعفة ديول عدد 4 والتي مجموعها 120 إذن غنشد 120 وغنقسمها على ثلاثة غطاني 4 4 في 13 تبقى الصفر نزل الصفر إذن 40 إذن غنشد 40 40 40 يعني 40 40 40 حنش بغينا 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 ثلاثة يكونوا متتابعين آآ ويكون مضاعف ديال أربعة إذن أربعين غنحافظ عليها وغننقص واحدة الربعة وغنزيد ربعة واحد نقص منه ربعة وواحد نزيد عليها ربعة باش ملي نجمع ومجيني هذيك الربعة اللي نقص من هنا رهيالي يزد هنا يعني غنبقى نحافظة ديالي من على الاربعين هانت غنشد 120 قسمها على ثلاثة نقطين أربعين إذن غندير مثلا العدد لولة ربعين الثاني ربعين الثالثة ربعين ربعين أربعين 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 إذن إلا بغيت هذوك المضاعفة يكونوا متتالين بمعنى متابعين ماشي ندير مثلا عشرين رح تايلة درنا عشرين ودرنا ستين عشرين وستين نديرو عشرين وربعين ستين إذن عشرين أربعين ستين كتعطينا مين وعشرين ولكن هذو ما نقولوش مضاعفة متتابعة إذن هذو ماشي متتابعة عدنا إذن رجلنا 40 أربعين 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 غنقص منها 4 Hehatani 36 هذو ربعا إذن غلقاهم بحل حافظت على هذو الأربع اللي حيتمЙنره هي ليزد هنا classrooms يعني اللي هي 36 زائد 40 زائد 40 غلقانيت 120 إذن هذا غنقص أربعة غتãyاني 36 ثم 40 ثم 44. إذن 40 مع 44 هي 84. 84 زائد 36 هي 120. إذن المضاعفات المتتابعة هي 36 40 و 44. نمر إلى التمنى الرقم 4. هل العددان 450 و 40 من مضاعفة العدد عشرة نعم لماذا؟ لأن أي رقم أو أي عدد اللقينة في الرقم الواحدة الديل هو صفر يعني راه مضاعف للعدد عشرة حيث عشرة فاش ما كندربواها في شي عدد كنزيدوا الصفر على اليمين إذا نعم الليلة كانوا أعداد عشرية كنزيحوا الفاصلة برقم إذا نعم لأن رقم وحداتها هو صفر أحسب مجموع العددين 450 زائد 40 إذا 450 زائد 40 كتعطينا 490 إذا أحسب مجموع العددين هو 490 هل هذا المجموع من مضاعفة عشرة؟ نعم لأن رقم وحداته هو دائما هو الصفر ماذا يمكن القول عن فرقهما وجودائهما إذا فرقهما يعني نشد 450 نقص منها 40 إذا 450 إلا نقصنا منها 40 غطينا 410 هالفرق ثم الجودة غنديره 450 مضروبة في 40 إذا كتساوي 4 في 25 حتى فضو بجوجة 4 في 4 16 و جوجة 18 ونزيدو جوجة الأصفر إذا كتنتاهي بصفر إذا ما ديمكن القول عن فرقهما وجودائهما إذن فرقهما وجودائهما أيضا من من مضاعفات العدد عشرة إذن الجداء والفرق أيضا من مضاعفات العدد عشرة لأن رقم وحداتها دائما هو الصفر سنكيام اجزرسيس جيكري لاليست دي ملتيب اكتبو لأيحد المضاعفات دي 5 كمпри انت يعني المضاعفات دي 5 المحصورة مابين يعني كمпри انت 186 217 يعني المحصورة مابين 196 و 217 دي 9 كمпри انت 186 و 217 دي 4 كمпри انت 186 و 217 إذن نشكلبو منا نكتبو لأيحد المضاعفات المحصورة مابين 196 و 217 بالنسبة لأيحد عدد 5 و 9 و 4 نشكلبو نشكلبو الواسخ نكتبو نجيو هنا نكتبو المضاعفات دي 5 نبدو بعدها بالمضاعفات دي 5 وما الليولين اللي محصورين ما بين 200 196 يعني غنحصرهم بين 196 و 217 يعني المضاعفات المحصورة ما بين 296 و 217 عندنا 196 هل يقبل القسمة على خمسة لا لأن رقم الوحدة ستة إذن غدي نمشي والشي رقم العدد اللي تابعه ويكون فيه صفر إذن ما هو العدد اللي تابعه لدينا محصورة لدينا عدد اللي تابعه لدينا محصورة لدينا عدد اللي تابعه لدينا فيه صفر هو ميتين إذن اعن ميتين ثم ده بغد جني سهله غنبقى غادي عبد الخمسة إذن ميتين وخمسة حيتموك أن نقلب على مضاعفات خمسة ميتين وخمسة ميتين وعشرة ميتين وخمستعش لا يوجد الحق أن نصل إلى ١٢٠ لأنه لديه ١١٧ نكتبه هنا ٢٢٥ ١٥٥ ١١١ نجمع الأرقام كاملة نحن نقوم بمضاعفة 9 ١٩ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١ إذن ده باش غنبق نزيد غنبق نزيد بتسعود إذن عدي 198 إلي زيت عليها تسعود غنبق نعطيني 207 غنزيد عليها تسعود غنبق نعطيني 2016 إذن ما عنديش الحق نفوض لأن بقاتليها 217 إلي ما أخصنيش نوصلها إذن هما هيدو الأعداد غنبق ندير 207 و 216 دابا نفس الشي بالنسبة لهاد الأعداد 296 و 217 وهد المرة شمن عدد العدد 4 إحنا عرفنا قابلية القسمة على 4 إلا بينا العدد نعرفوك يقبل القسمة على 4 سنشوفوا الوحدة والعشرة دياله يكونوا من مضاعفة 4 إذن عندي هنا 96 إذن كنعرفوا أن الصفر المضاعف ديلقى لأعداد يعني غنزيد عند ميتين من اللي غنوصل عند ميتين أنا غنبقى نزيدها بربعة إذن غندير 204 208 216 و ما نوصلش إلى 217 إذن غنكتبهم هنا 200 204 208 218 212 216 يكفي أننا نلقائر العدد اللولو كنبقى غنزيد بالرقم اللي باغي إكزيستي لأن ننبر ملتيبل دو واشكين واحد العدد اللي هو مضاعف ديال 4 و 5 و 9 كنبقي أنتخ 196 و 217 شو مضاعف ديال العدد 4 و 5 و 9 ما بين 20 90 و 20 و 17 نحن كنعرفوا أن قابلية القسمة خلست تكون إما 0 إما 5 إذن لمشيت هنا عند 20 واش كيقبل لي القسمة على 5 نعم كيقبل لي القسمة على 4 نعم كيقبل لي القسمة على 9 لا إذن مكينش 20 غنشوعد 205 هل تقبل القسمة على 5 نعم على 4 لا على 9 نفس الشيء تقبل على خمسة اه ولكن على ربعة وعلى تسعود لا غان مش يوعد ميتين او خمسة عشر تقبل القسم على خمسة اه تقبل القسم على ربعة لا وما تقبلش قسم على تسعود اذا ما كينتشي حاجة غانجي نكتبو نو اذا ما تقعد نتشي مضاعف اللي كيقبل حيتي لا حيدنا عرقم واحد ما قبلش صافي ما غادش نكتبو حيث كان خرجنا في الزف الاعداد اللي كيقبلوا على خمسة ولكن تقعدوا ربعة لا اذا ما نكتبو نو الى هنا كنتنتهي الحصة دي اليوم موعدنا في الحصة المقبلة بحول الله والسلام